اول كلمة مرة تانية يعني ايه يعني زي ما انتوا يفين عواد الايس كريم العود بتاع الايس كريم اللي بيبقى فيه الايس كريم ده اسمه فعواد الايس كريم اسمها احيانا بنلاقي في المكتبات دي وشكلها بيبقى ملون وجميل وبنستخدمها علشان نعمل حاجات فهي اسمها ايه اسمها الكلمة اللي بعد كده كلمة اويل يعني زيت اويل يعني زيت ودرابس يعني قطرات في درابس اويل على بعضها يعني قطرات من الزيت قطرات من الزيت بعد كده كلمة واكس واكس يعني شمع واكس يعني شمع اللي هو المادة اللي بنعمل منها الكنديلز اللي بنصنع منها الشموع بعد كده براس 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 ده فهمت معناها يضغط براس يعني يضغط ستير يعني يقلب يعني أقلب الحاجة كده أنا كده بعمل لها يعني يقلب نقول مع بعض يعني يعصر وآخر كلمة كلمة نقول مع بعض يعني حرارة أو يسخن يعني ممكن نستخدمها كاسم بمعنى حرارة كفعل بمعنى يسخن يبقى نقولهم مرة تانية اللي هي أعواد الأيس كريم يعني قطرات من الزيت اللي هو الشمع يضغط يقلب اللي هو يعصر يعني يسخن التور بننطقها تمام؟ بعد كده عندي كلمة واك 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 اللي هو الفتيل قلنا الفتيل بتاع الشمع اللي هو الخيط القطن اللي بيبقى موجود جوه الشمع اسمه واك بعد كده instructions 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 يعني تعليمات احنا ليلة وقت ما كانت بتقرأ لمومتها كانت بتقرأ من خلال instructions اللي هي التعليمات glasses يعني أكواب زجاجية اسمها ايه؟ glasses glasses measurements 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 اللي هي القياسات اسمها measurements احنا طبعا أخدنا station الفات ان الاس وليو بننطقها جه measurements measurements اللي هي القياسات palm wax palm wax palm wax اللي هو شمع النخيل ال L جنب M silent عشان كده بنقول palm wax palm wax شمع النخيل package 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 يعني حزمة أو عبوة cooker cooker يعني موقد الموقد اللي هو البتجاز انا عندي الverb اصلا cook cook يعني يطبخ او طبخ فلما بضيف لها ER بتبقى موقد اللي هو البتجاز container 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 يعني اناء او وعاء sugar sugar اللي هو السكر soap crystals soap crystals soap crystals يعني بلورات الصبون بلورات الصبون يعني حاجة كده صغيرة جدا بنستخدمها علشان نعمل الصبون اسمها soap crystals flower petals flower petals flower petals اللي هي البتلات بتاعة الزهور اللي بنستخدمها علشان برضو نصنع الصبون يعني عشان نخلي للصبون رحة جميلة quantities 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 يعني كميات اسمها quantities 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 يعني كميات salt اللي هو الملح perfume oil ولسه واخدينها دلوقتي في الريدنج اللي هو زيت عطري ingredients اللي هي المكونات wooden spoon معلقة خشبية او ملعقة خشبية cotton robe حبل قطني او حبل من القطن اللي هو ايه اللي هو الوك نروح بعد كده يا حلوين لتصرفات الافعال المنتظمة وغير المنتظمة اول حاجة عندي stir يعني يقلب هنخليها stirred يعني ايه يعني يقلب يقلب قلب تمام بعد كده add يعني يضيف هتبقى added add added طيب brush يعني ومشت هتبقى brushed brush brushed غير المنتظم take الماضي منها talk take talk hold يمسك الماضي منها held طيب التعبيرات press on press on يعني يضغط على take something off the cooker يعني ايه take something off the cooker يعني بيرفع الحاجة او بيشيلها من على البتجاز smell lovely smell lovely يعني رائحة طيبة الرائحة بتاعته حلوة hold up hold up hold up يعني يمسك او الايه hold the wake up يعني يمسك او يسند الايه يسند ال wake اللي هو الفتيل look for يعني يبحث عن on the tops off على قمم على قمم يعني ايه على قمم يعني على اعلى الكاندلز read them out read them out يعني يقرأ بصوت عالي لما ليلى كانت بتقرأ الممتها ال instructions التعليمات فقالت لها can you read them out يعني هل ممكن تقريهم بصوت عالي